اليوم موضوع اللي هو مهم جداً اللي كيخصنا واللي ممكن أننا حتى أنتم تشاركوا معنا فيه دائماً كيف كنقولو كنذكروا بالرقم ديانا اللي هو سفر خمسة اتنين وعشرين ستة وثلاثين سفر خمسة ستة وثلاثين إذن أول شيء رحبه بالضيف ديانا اللي هو الدكتور محمد خليل أنيس أول شيء مرحبا بك اللي بس آديك برك الله فيك مناعتك تفرشت البارح في الماتش كيجيك الماتش زوين واللي كيب بالله يعطيها صح شرفتنا أكيد وعلى كل حال حتى وكان عنا شوية الحصرة لما وصلناش للفينال دولا كوب دي مات صح على كل نقولو الفينال دولا كوب دي مات كنا نهضرو على بلدنا المغرب وكان نهضرو على الفينال لكن راحنا في المربع الذهبي والفريق شرفنا بالأداء ديالو باللعبة ديالو الخمسة دقايق الخارنين ديال الميتان لول ما غديش نرجع للماتش لكن على كل حال الإكيب فرنسيز اللي هي شامبيون ديالو مال ويمكن في حتى في أطوار الماتش وكل شيء أكيد ربما هذه اللقطة هي اللي تدولها بزاف رواد المواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير والناس كلها يعني كتتكلم إليها من ناحية ديال الصداقة كيفية المحبة كيفية أكيد إحنا ربما في رقعة الملعب كنا ربما أضاد بعض كيف كنقولو كان كل واحد بغي يفوز للفريق ديالو ولكن كتبقى الصداقة ديالنا من بعد ودكت أزول كانت زويون صراحة صراحة كانت فكرة اللي هي زوينا كيفية هو كي أزر في صديقه كي يهدر معه كل شيء بعد هذا جميل صراحة اللي محنا نتكلمو أيضا على موضوع اللي تا هو جميل بارك الله لأنه كي خص كل الرجال علاش الله لأنه موضوع اللي ربما احنا من صغر وحنا كنتكلمو عليه من وليدات صغر من ربما الخاصية المعلقة من واش كتكون وما كتكونش وحنا غادين والإنسان تكبر وحنا نتكلمو على هذا الجزء اللي هو مهم في الداتة ديال الرجل والأهمية ديالو كتكون يعني كتكون كيف كنقولو حنا في الإنجاب في الخصوبات ديال بزاف ديال الأم وفي الحيوانات المنوية فهد الأمور كلها حنا نتكلمو على الخصي وأكيد مجموعة من الأمور كتصيبها كيلتهاب كين دوا للخصياتين أو للفعيس أجي ولكن قبل ما عليش ولكن قبل أجي نتكلمو على هذا العنصر المهم في الداتة ديال الرجل كيف قلتنا من الصغر والأم أو للوالدين كي راقبوا الوليد نعم من الصغر وأهمية ديال الخصي أولا نشكرك على هذا الموضوع شكرا لك سراح الخصياتين عند الرجل وعند طفل مهمين بطبيعة الحال عند الولادة من ضمن الإكزامات اللي كيدر عند النوفوني وعند النوريسان وقت اللي يتورد هو أنه الطبيب البادياتر كيراقب الخصياتين اسكوفيبلايسهم صح حينت الخصية عموما عند الرجل عندها جوج دي الوظيفات الوظيفة المولا هي الهورمونات دي الرجولة 95% من هورمونات دي الرجولة كتكون ملخصية ومن بعد كين هي 터سهم في تركيبة دي الحيوانات المنوية مش مقولش هي المنبع دي الحيوانات المنوية هي المعمل دي الحيوانات المنوية الله أبغى إنه هاد الفولة اليمنية والفولة اليسرية وعند بعض الرجال عنا غير فولة واحدة هاد شي خليقة وهاد شي معنها موجود مكيأثرش عادي وحتى عنده فولة واحدة خليقة هاد شي كيخلي إنه الإنجاب كيكون طبيعي وكتكون الممارسة ديال الحياة طبيعية الزوجية والممارسة ديال الحياة الزوجية طبيعية هاد الفولات هما الأعضاء الوحيدين اللا موجودين البرة في الذات صح حينت كينا حكمة ربانية هاد الحكمة ربانية تخلي إنه الفولة اليمنية واليسرية خاصهم يشتغلوا ولا خاصهم يخدموا ولا لفونكسيونمون ديالهم خاص يكون في درجة الحرارة أقل من 37 درجة اللا هي درجة الحرارة ديال أي عضو من الأعضاء بحال الكبد بحال رئتين بحال غير الفولات غير الخصية اليمنية واليسرية والخصية عموما خاصة تكون 30-35 درجة جميلة شنو هو لك يعطينا درجة الحرارة حسبك أنت يا اللي يعطينا درجة الحرارة هو الدم نعم عيالات بزيف وعند الرجال أقل شوية شو معناها عند الرجال كنقول ديما هذك نفس المثل المرة كتمشي وكتقف علش كنحس رجليا تقالوا عليها رجليا تقالوا عليها حينت الدورة دموية ما كتدورش مزيان الدم ما كعودش يرجع مزيان عنا مشاكل في الأوعية هذ نفس المثل وهذ نفس المشكل ديال الأوعية نقدرو نلقاوه عند الرجال وعند الرجال اللي تكون الفولة في الخصية لكن كين مشكل في الأوعية إلا كيخلي كين ركود ديال الدم الدم بالأوعية بالإزارة تير كيهود لكن مش يعود يرجع هذك اللي فان ولا هذك الأوعية اللي كينين كين فيهم ان ديلاتاتيون ديال فان وكيخلي إنه الدم كيرجع بصعوبة وكيعطي إنه درجة الحرارة كتطلع كين وليوا بحل فوق بحل تحت سبعة وثلاثين سبعة وثلاثين كين مشاكل في التركيبة ديال حيوانة المناوية نعم وكين في بعض الأحيان حتى عنا شوية لحريق دكتورة كنحس عندي شوية لحريق فولة ليسرية نعم ممتاز ودوك شفنا معك ربما التركيبة وكيفاش كيكونوا كيفاش ممكن أن هذ الدواء لأولاد ليفاريس كيفاش ممكن أنهم يجيوا ولكن أنا نبغي دائما سؤالي الناس واش كتجي تشخص بكري على هاد المسألة هادي واش كتكون عرفها الحاجة الثانية اشنا هم الأعراض ليممكن أنهم يظهروا ليممكن أن يخليوا السيد الرجل أنه يجي الشخص الشي كله دائما رفقتهم ليتا نصلوا لمرحلة ديال أنه كتتقلص خيصي وكتبقى خيصي عدو اللي كيكون مش يبزوج كتكون وحدة وحدة أشنو كتفقد وظيفتها مكتفقاش ما غاديش نقدر نقولو كتفقد الوظيفة ديالها مية في المية لكن على كل حال إليا إليا إونالتراتيان ديال لغول ديالها ولا إليا إلالتراتيان ديال الفونكسيونمون ديالها على كل حال نحنا عنا جوج كيماجوج عينين كيماجوج لوي كيماجوج حتى هيد الفولات وقت الله هي تبقى الدم فيها السيركو المال دونك السوفر كيكون واحد تأثير عليها وبطبيعة الحال بعد مدة زمنية كما أي عضو مع الجنهج كي يتأثر وكي يتقلص هنا يمكن السؤال اللي يتبادر الذهن شنو ممكن ما درناش العملية في الوقت وتقلص هذه الفولة ومعمل هوش هاد شي غادي أثر على الحيوانات المنوية أكيد هي فاش تكلمنا على الوظيفة ديالها يعني لحسب كين تأثير كما قلنا قبل الوظيفة ديالها هي كما احنا عنا جوج والوظيفة ديالهم هما أولا معمل ديال الحيوانات المنوية لكن احنا عنا جوج بقنا نقول وثانيا هو الهورمونات ديال رجولة أكيد والهورمونات ديال رجولة 95% من الخصيتي الخصيتي وقت اللي تتقلص كي يكون شوية التأثير على الحيوانات المنوية وهالتأثير خاصنا نرقبه بالتحليلة ديال الحيوانات المنوية هوش بعد خمسة سنوات ولا بعد ما تقلصت الحجم ديالها ممكن نديرو العملية ولا سيديو كا باركا غص نشوفو شنو شنو بش نقدرون نزيدو كمش نديرو العملية مش في الوقت ديالها على حسب شنو المشكل واش باقي كاللحريق ما نظنش وقت لا تقلص الفولة مايبقاش ولا عنا مشاكل في التركيبة ديال الحيوانات المنوية مع العين انو الفولة الاخرى كتكون موجودة هنا نفتح غير قوس واحد بنسبة للانجاب ارى الدوالي مهمين لكن المريض ماوش وهو غير دوالي اولا الانجاب معناها نعمة من عند الله حتى وكان احنا داوي والدوالي بحالة لعيب ديال الكورة انا سيدي لعيب ديال الكورة جاي عندي بغا يلعب مزيان عنده مشكل في رجلي انا غادي نقادلو الرجلين الرجل دياله بعملية جراحية ولا بأدوية ولا بمساج لكن ماوش غارانتي انو بشوالي يلعب مزيان نعم ماكسوش ضمانة الانجاب رأم من عند الله لكن احنا ليفاري السبب في انو كيكون عنا مشاكل في الحيوانات المنوية كان قادلو لكن هاد المشاكل في الحيوانات المنوية سيتانتو خاصنا نشوفو السيد واش عندو الغلد ولا السيد اولا نسطر على هاد موضوع اللي هو التدخين كما كان قلبو على هادا التدخين من اكثر الحاجات المضرة بالنسبة للحيوانات المنوية مايمكنش سيدي حتى وكان باقي عندي شوية الغلد في قلة الحركة حتى وكان باقي كان جامع ما مدام مرة في الأسبوع كان سافر هذا كله نقدر عليه شوية لكن مش نديرو العملية ديال ليفاريس ونبقا وكان دخنو نعم وقتها سيئيني فيكاس نعم ناس باش تفهمنا قبل فاش قلنا ان تدخين ما عندوش تأثير على ليفاريس اولا على الدوالي ولكن على الحيوانات المنوية ديما التدخين عندو التدخين كيخسر الحيوانات المنوية دونك احنا ليفاريس ولا هاد ليفاريكوسيل ولا الدوالي الخصية وقتها باش ندويوهم بغينا في إطار العقم وإلا الرطار بنسبة للنجاب بغينا باش نطلعوا في الحدود دينا ربي يستجاب ونجيبوا لي ذات مرحبا لكن كيف كيف خسوا حتى تدخين التدخين يتحيد هذا كعليش قد لك نفتح قوس وما نحب كيف ندير التدخين لا يعطيه دوالي الخصية لا لديه حتى علاقة دوالي الخصية مشكلة اه ديال الوعي عروقة عروقة ديال الفولة كما العروقة ديال الرجلين ما تأكل اله�ا هو كيسهم انه يخسر الحيوانات المنوية ما تبقاش بالجودة ديالها ليس إدير العمالية ولا يعالج الدوالي الخصية بشي حسان في الحيوانات المنوية خصوا حتى هوا يحيد التدخين بالشي حسن في الحيوانات المانوية. نعم هنا مني الإنسان في وصل لمرحلة دي المثلا كيف كنقولو تقلص دي الحجم دي الخيصية وحدة يعني أن تقدر أن مثلا دار هاد التحليل دي الحيوانات المانوية ولقى أنه ربما لعدد قلال أو لسائل قلال أو لهد المسهل ولكن على مستوى الخيصية الثانية كان مزيان هنا هو حلي الوحد نفس اللي هم بزوج طبيعة الحال هنا واشنو كتطلبوا منهم بشي حافظ خاصة إلا كان سيد بقي مولاد إلا كان ما زال عنده رغبة أنه يقف الإنجاب هو سيد يوكا باركا كما قلت لك وعلم العقم وكل شيء علم كبير أكيد وفيه دي ما يلتج الطبيب حتى المشاورة مع معناها الجينيكو ويشوف لكن ثمانين في المائة في هذه الحالات كان يحتاجوا للعلاج بالأدوية لسانتي أكسيدان وعنا منهم في المغرب بزيف الحمد لله وإذا ما المريض حتى هو دار شوية المجهود ونقص شوية من الوزن وحيد عليه لتوكسي كونتروتر لتباع وبقا يتجامع معها مدام بزيف المرات بطبيعة الحال الأمل دي ما موجود مدام كين الحيوانات المنوية مدام دي ما كين الأمل نعم بجودتها وبعددها اللي يكون مزيان بالله يكون دي ما كين الأمل لكن احنا الدور ديال الطبيب المعالج هو أنه يحسن في التركيبة ديال الحيوانات المنوية بالنصايح بالأدوية وإذا اتضر أمر بالنسبة للدوالي ولا الأسباب أخرى بالعملية الجراحية نعم ممتاز